بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينوزر بأسا شديدا من لدني ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكتين فيه أبدا وينوزر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرد من أفوالهم إن يقلون إلا كتبا فلعلك باغع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لداعبون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كان من آياتنا عجبا إذ أول فتيك إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لبنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشبا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبث مهمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلئة لولا يأتون عليهم بسلطان بينه فمن أظلم ممن احترى على الله كذبا وإذا اعتذلتم وما يعبرون إلا الله فأموا إلى الكهف ينسر لكم ربكم من رحمته ويويه لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رؤون ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلهم باسط زراعي بالوصيل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملت منهم هعبا وكذلك بعثناهم ليتساءدوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بوردكم هذه إلى المدينة فلينظر أيما أزكى طعاما فليأتكم برزق منهم وليتنظر ولا يشعر بكم أحدا إنهم إن يرغبوا عليكم يرغبوكم أو يعيبوكم في ملتهم ولا تصلحوا إذا أبدا وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بهم عليهم دنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ظلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثالث كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلموا إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستثفين منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهبهم ثلاثمئة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبث له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لم من دونه من وله ولا يشرق في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ولها ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة بالدنيا ولا تجع من أغفلنا قلبهم عن ذكرنا واتبع هواه وكان ألمه فرطا وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سوادقها وإن يستغيثوا يغاصروا بماء كلم ليشوي رجوع بئس الشراب وساء المتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عديد تجري من تحتهم الأنهار ويحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خفرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائق نعم الزوام وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناد وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا قلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفدرنا خلالا ما نأرا وكان لهم ثمرا فقال لصاحبي وهو يحاول أنا أكثر منك مالا وأعزن فرا ودخل جنة موى وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبي بهذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن ردد إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا قال له صاحب وهو يحاول أعلم أكفرت بالذي خلقت من ترابي ثم من نطفتي ثم سواك رجبا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا من الله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وعسى ربي أن يتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلطا أو يصبح ماءها غررا فلن تستطيع لهم طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفين على ما أنفق فيها وهي طاوية على عروشها ويقول وهي طاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منه انتصرا هلالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عربا واضرب لهم مثل الحياة البنيا جماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح أشيما تدوريا وكان الله على كل شيء مقتبرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والآتيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناه فلم نغادر من أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد بئتمونا كما خلقنا لأول مرة بل زعموا ألا ندع لهم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدونا عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فما فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر غربه أفتتخذونهم وذريتهم أولياء من دوني وهم لكم عدوا بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ الظلين عبدا ويوم يقولون آه الشركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستدهوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورئ المجرمون من النار فظنوا أبلغوا مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جددا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تهديهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطن يدحقوا به الحق واتخذوا آياتي وما أغزر مزآه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إِنَّا دَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَرُوا وفي آذار وقرا وإن تدعوا إلى المدى فَلَنْ يَهْدَنُوا إِذَا أَبَدَا وَرَبُّكَ الْغَبُورُ بِالرَّحْمَةُ لَوْ يُؤَاخِذُهُ مِمَا كَسَسِلُ عَدَّلَ لَهُمْ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَدِنُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا وَتِلْكَ الْحُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَهُمْ وَجْعَلْنَا لِمَهْلَكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ هُمْسَى لِفَتَاهُ لَا أَبَرَهُ حَتَّى أَبَلُغُمَدْ مَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْمْضِيَحُ قُبْعًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَاهُ تَهْلَى فَاتَّقَذَ سَجِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا دَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ بَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا مُصَبًا قال أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّفْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْقُوتَ وَمَا أَنْسَاهِينِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَةَ وَاتَّقَذَ سَجِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قال ذلك ما كنا نبه فارتدى على آفائه ما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عيدنا وعلمناه من لدى الناعمى قال له يوسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت غشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحف به فبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعشي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها وقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا تربقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس إن لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال بلغت من لدني عسرا فانطلقا حتى إذا أتى أهل قرية إن استطعنا أهل قرية فأبوا أن يضيفهم ما فوجد فيها جدارا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لغشت باتخدت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأوين ما لم تستطع عليه صبرا أما السكينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم من يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه من أين فقشينا أن يرقهما طقيانا وكفرا فأردنا أن يرقهما ربما خيرا منه سكاتا وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحتهم كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشهدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتقوم عليكم منه ذكرا إنا مكنا لهم في الأرض وآتيناهم من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجبها تغرر في علم حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما مغن ظلم فسوف نعذب من يرد إلى ربي فيعذب عذابا مقرآ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء قسنا وسنقول له من أمرنا يسرار ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مضلع الشمس وجدها تطلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سفرا كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكاهون يفقهون قولا قالوا يا زلقرنين إن يحجوج ومحجوج محسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سفرا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينهم وبينهم ردما إيتوني زدر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال من فهو حتى إذا جعلهم نارا قال أكوني أفرغ علي فطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال لها رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله الهكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعركنا جأنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعلموا في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سنعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين جلا قل هل ننفقهم بالأغسرين أعمالا للذين ضل سعيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولغائهم فحلقت أعمالهم فلا نكيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي مزئا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت درجا نام في الدوس سهلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مبادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جذنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرح بعبادة ربي أحدا بسم الله